انطلقت بالقاهرة فعليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع ويستمر المؤتمر ليومين بمشاركة علماء ومفتينة ووزراء من مختلف دول العالم وتمثيل أممي كبير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من مئة دولة تعقد دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء في الفترة من 29 إلى 30 من يوليو الجاري في القاهرة ولا يخفى أن اجتماعنا هنا في مصر العزيزة الغالية لمناقشة تلك التحديات التي تواجهنا يؤكد دوما أن مصر كانت ولا زالت قائدة رائدة على مر العصور خاصة في عصر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى والذي بذل ولا زال كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية ومنها دار الإفتاء المصرية الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع هو موضوع المؤتمر لهذا العام ضمن برنامج حافل بالعديد من الفعاليات المهمة حيث سيركز المؤتمر على ثلاثة محاول رئيسية فالمحور الأول هو البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه وتدور نقاشات هذا المحور حول أسس البناء الأخلاقي في الإسلام ومبادئه وأهدافه ووسائل تحقيقه ثم دور الفتوى في تعزيز هذا البناء وأوجه التنصيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لتعزيز القيم الأخلاقية أما المحور الثاني الفتوى والواقع العالمي الأفقار والمبادئ وتدور نقاشات هذا المحور حول علاقة الفتوى بكل من المساواة وخدمة البشرية جمعاء وبالتأكيد على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وباحترام المواثق والاتفاقيات والقوانين الدولية وباحترام التعددية الثقافية ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية وبتعزيز الحوار بين الأديان الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالم متسارع هو المحور الثالث لهذا المؤتمر وتدور نقاشات هذا المحور حول دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية وكذلك الهيمنة والسيطرة وسياسة القطب الواحد والليبرالية والاستعمار وكذا عدم عدالة النظام المالي العالمي وحروب الطاقة وانتشار الفقر والجوع وأسلحة الضمار الشامل وزعزعة استقرار الأنظمة الحاكمة والاحتلال العسكري والصراعات المسلحة المؤسسة الدينية في مصر على قلب رجل واحد تقف جبلا شامخا تحت راية الأزهر الشريف حتى نكون داعمين لحضراتكم في كل مؤسساتكم ودولكم وشعوبكم نشد أزركم حتى تؤدوا رسالة الإسلام السمحة التي تملأ الدنيا علما وأمانا ونورا المؤتمر يشهد إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة منها إصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام ومكافحة خطاب القرهية وحل النزاعات والدليل الإرشادي لمكافحة الإسلاموفوبيا والدليل الإرشادي للحوار الديني والدليل الإرشادي للدبلوماسية الرقمية والدليل الإرشادي لمكافحة الإلحاد والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المخشوش مصر حية مصر رائدة في الفقه مصر بلد الأزهر الشريف التي أنعم الله عليها بالأزهر الشريف والمؤسسة الدينية الوسطية التي لا تعرف تطرفا ولا إرهابا ولا تعرف أقصى اليمين ولا أقصى اليسار ولكنها فقه وسطي على مدار أكثر من ألف عام الحياة المؤتمرات دي بتعزز قيم الأخلاق والتسامح والتواصل الاجتماعي والتواصل الديني والتواصل الإنساني مع كل العلماء في الكرة الأرضية وفي الكوكب كله النهاردة احنا عايشين في رحاب مؤتمر دار الإفتاء المصرية هنا علشان خاطر كلنا نعرف إزاي يكون عندنا محاربة للأفكار السلبية الموجودة خصوصا في البناء الأخلاقي المجتمعي والإنساني فكرة المؤتمر واسمه كل حاجة فيه قائمة على دور الإفتاء وريادة مصر الموجودة باستمرار يعني الفتوى وبناء الأخلاق في العالم المتسارع فتوى مرتبطة بالأخلاق في المقام الأول بنعرف الناس أن فعلا الفتوى متغيرة ومرتبطة بحال المستفتي وحال المفتي وحال الوضع وحال البيئة وحاجات كتيرة جدا وهي مرتبطة بالأخلاق أيضا الإسلام يقوم على ثلاث ركائز أساسية الركيزة الأولى عقيدة واضحة لا لبس فيها ولا غموط وشريعة الركيزة الثانية عبادات ومعاملات محكومة بهذه العقيدة لكن العقيدة والشريعة والعبادات والمعاملات لا بد أن تحكمها الركيزة الثالثة وهي الأخلاق هذا من الإنجازات الكبيرة التي توجه الشعوب إلى الأخلاق الحميدة والهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو بناء أخلاق الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة الشباب وخاصة النشأ الجديد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئت إلا لأتمم مكارم الأخلاق